وعلى هامش مشاركته بالقمة الأوروبية الأفريقية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا بالنظر إلى العلاقات التاريخية بينهما بالإضافة إلى المشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء ذلك خلال مباحثات قمة موسعة عقدها الرئيس السيسي مع رئيس وزراء بلجيكا أليكساندر دوكرو حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى قيام القمة بتطوير علاقات الشراكة بين أوروبا وأفريقيا عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة بروكسل مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا أليكساندر دوكرو وذلك بحضور وفدي البلدين مصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس وزراء بلجيكا رحب بالسيد الرئيس في أول زيارة له إلى بروكسل وكذلك بمشاركة سيادته في القمة الأفريقية الأوروبية السادسة بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعلى صعيد العلاقات الثنائية حرس السيد دوكرو على الإشادة بما حققته مصر في مجال التنمية والمشروعات القومية الكبرى وهو ما ساهم في تحفيز الشركات البلجيكية على العمل في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة